السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن اقوى تريند ظهر خلال السنة النص اللي فاته هو فكرة الزكاة الصناعي تريند رائب جدا ركب التريند وشدي ينزل وفعلا سيطر على كل حاجة ولو حابب ان انت تتكلم مع اي موضوع قول ان فيه زكاة الصناعية حتى لا يبقوش زكاة الصناعية زل ما كانوا بيقولوا عايز تبع اي منتج قول ان هو سمارت سمارت هوم سمارت ساتي سمارت كيتشن وهكذا كلمة الزكاة الصناعية هي اللي بتاكل مع الناس يعني فيه اجهزة كثيرة اتباعت باضعفة منها لمجرد انه قال انها شغالة بالزكاة الصناعية بناماء اي عبارة عن تطباط اخر اجهزة سامسونج مثلا منزلها موبايل ده خطير ده الكاميرا بتحته بتقدر انها تتعرف على الاشخاص وتقدر انها تحزف اي جزء وده كلها برامج ممكن انت تستطبح حتى لو الموبايل بتاعك اي نوع ونوع قديم لكن فكرة الزكاة الصناعية دي الهوس لازم اقول ان انا شغال بالزكاة الصناعية ولازم اقول فبعيدا عن كونه ترند اكتر سؤال بيسال ليه علاقة بالزكاة الصناعية هل نخاف من الزكاة الصناعية ولا نخافش من الزكاة الصناعية خلي بالك ان فيه بعض الاختراعات غيرت التاريخ يعني من اول اتشف النور نحن ممكن نولأ طبعا لها ضرر ولها منافع فناس كتيرا رفضوا الفكرة لكن خلاص اختراعات عمل ولا يمكن يتغير لما الناس مثلا بدأت تركب السيارات الناس كتيرا بدأت تهاجم السيارات دي ممكن تعمل حوادث وكانوا لازم تعلم في الجرنان قبلها فترة ان انت رايح من المكان الفلاني للمكان الفلاني وسرعة معينة كانوا بيضاكوا جدا بحيث ان السيارات دي لا تنتشر دي حاجة خطيرة جدا مثل حاجة حديد ماشي كده في قصة الشارع لكن خلاص بيت حاجة السيارات مع الوقت فاللي مصر بقى للغاية دي الوقت ان هو يركب عربية بحنطور او يركب عربية بحمر ربنا معين وده مش بعيب عليه ولا في حاجة كتر واحد بيحبها في الحياة الريفية وهرية الريفية يعني الى فرصة انه يعيش كده في مكان جميل فيه برضو ظهرة اختراعات مثلا الالات الاجهزة لا ده الناس كتيرا بيش هتشتغل حتى لما اخترعوا الال حسبة الناس كتيرا وقفت مظاهرات في الشارع وكده يطالب بيش هيفكر ولا يرا فيه يحسب مظاهرات وشفت بعض الصور كده ليها حاجة خطيرة بمناسبة الصور لما اخترعوا الكاميرا كنت بتروح لحده ويبدأ انه يرسمك الكاميرا جات اضف على المهنة دي تماما انا هرسمه ليه ما اصبره فلما تبدأ انت تتاجي ان انت تستخدم الكاميرا او ارسم حاجة غير الرسوم الوقعية غير ان انا اشوف الشخص اللي قدامه على الورق لا انا ممكن فلما ادخل فكري معين او ارسمه بسلوب معين او ادلوه شكل مدارس مدارسة مختلفة ابدأ اختار مدارسة معينة واركز عليها مش معنى كده ان انت هتموت مجوع لان فيه اكشاف جديد لا انت تبدأ اتعلم معي لانه ما فيش ذرار هتدوس عليه هيغيلك الكاميرا لانه ما تستعملها لانه ما تشوف حاجة تانية ما تتدرش نفسك فيها برضو لما اخترع اتباع ناس كتيرة كانت شغلانتها انها تكتب بخط كويس وتنسخ كتب والكتاب الواحد كان ممكن يقعد بسا ان يجيب له فلوس لمدة شهر شهرين فلما جاءت اتباعها فهو فيه زرار ما فيش حد دلوقتي بينسخ كتب تقريبا فميبدأ ان هو يدور على شغلانة تانية او يدور نواية يتعامل مع الطبعة ويبعده جهاز طبعة وبدل ما كان يعمل كتاب في الشهر ممكن يعمل كتاب كله في نص ساعة فهي دي الفكرة ان انت تتكيف مع الاختراع الجديد تبدأ تفكر اه ده واقع ما فيش ضرار هتدوس عليه حتى لما الوماس كتير عبقالح ان انا محتاجين يوقف الزكاية اصناع لمدة شهر وخلى الناس كتيره تمدع البيان لانه مفهوم ان الوماسك يحاول يعطلهم شوية او يرخم عليهم لحد ما عمل هو الحاجة الخاصة بيه يعني هو عايز يأجر ناس مبرمجين ويجعلهم يعملوا الزكاية اصناعي ينافس اوبن اي 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 فهي كانت لعبة معروفة ومتوقع انه كان من ضمن المؤسك لأوبن اي 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 وبالك اختلف معهم على ارباح ليس على اخلاق ليس على قيم او اخلاق او اختلف معهم من عملات في عطلوسه لا يوجد ارباح لغاية ثم نرى الموضوع الاساسي ايه الزكاية الصناعية الزكاية الصناعية اول حد كان استدام معها كان راجل شطرنجة ومالهو تعالى لعب شطرنجة اول مباراة كسبها قاعدوا يعيدوا البرمجة وقسب كسب كسبروف وهو اتدايق وحس انه في خدعة وانه في شخص حقيق موجود وبعد ذلك قال لك لا احنا ممكن نعمل بعركات كتيب من الانسان وزكاية الصناعية نفكر مع بعض لكن اللي يأخذ القرار لازم يكون هو الانسان لانهو اللي هيتحمل تبعاتي القرار دو فدي نفس الفكرة شوف المجال بتاعك اذا خلص ناعي ايه اللي قريب منه وحاول انت تستخدمه من غير ما تعلم برمجة اللي تعمل برمجة افضل لكن من غير ما تعلم البرمجة ممكن تطلب منه افكار ممكن تفكر مع بعض ممكن تطلب منه مواضيع حاجة قوي جدا انت تستعيم بالتكنولوجيا الموجودة تسخرها او تدور على مجال ما يقدرش الانسك فيه يعني اكيد فيه مجالات فبالسه لا تخليهش فانت تقدر انت تأخذ راحتك فيها والحاجات كلها طبعا بحاجات ابداعية ابدأ شوف المجال بتاعك ايه اللي قريب منه فازكال صناعي ايه اللي استخدمه ايه اللي مقدرش لا يستخدمه طبعا حاجات مثلا مثل شات جبي تي و جي مي نواي اي حد مجاله بعيد عن هنا حتى لو شغال مثلا بتزرع في الارض يعني كلها في اللحيم فممكن تسأله ايه اللي نبتدية ايه ازاي ان انا حسن الانتاج و ايه اللي حاجات كلها و تددش مع بعض و تشوفه و تصله للنتاج كويسة لو انت بتلعب شترنج ممكن تسأله على خطط خليه فكر معاك و توريه رقعة شترنج و هو يبدأ اخترح عليك حركات معينة فتوقل على الله و ما تخافش منه و خلاص جاي جاي ما عندنا ندرسه علينا وقفه او نلغيه و خلاص بقى واقع زيه زي الكاميرا زي زي قالت الطباعة زي اختراع النار كل حاجات دي خلاص ما فيش مجال اللي انت تنهي عليها لكن في مجال اللي انت تتعامل معها و تبقى جزء من الحياة بتاعتك و اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات ان شاء الله واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات ان شاء الله